للحديث أكثر حول مقابلات العمل النجحة تنضم إلينا بالستوديو ميس محمد استشارية التنمية الاجتماعية والبرمجة اللغوية العصبية ميس صباح الخير لألك صباح النور حبيبتي يعني بداية قبل ما نفوت ونخوط بتفاصيل مقابلة العمل كثير من الأشخاص بيرسلوا سيرتهم الذاتية ولا يتم استدعاؤهم سواء لقبول الوظيفة أو لمقابلة عمل أخرى أين الخلل؟ صحيح السيرة الذاتية هي الوجه الشخص الموظف اللي قاعد يقدم على الشر فجدا مهم يروحون عند أهل الذكر أو أهل الخبرة اللي هم يشتغلون على السيرة الذاتية لأنه أحيانا الناس تكتب السيرة الذاتية بطريقتهم الخاصة وما توصل الفكرة أو الوجه اللي قاعد يعطوه مو الوجه الصحيح اللي قاعد يعطوه قيمتة للشخص أو دراستة للشخص اللي قاعد يقدم لهذا السبب أكثر الناس اللي يقدمون أصلاً ما توصل لحد الوظيفة لأن السيرة الذاتية تكون جداً ضعيفة فتقريباً 70% من تقديم الوظيفة هي السيرة الذاتية لأنه مو شايفين الشخص فيقيموه ويقدروه على هذه السيفي أو السيرة الذاتية نصيحة أنه يروحون عند خبرة الناس أهل الخبرة اللي يفصلون السيرة الذاتية بالطريقة الصحيحة أيها طيب يمكن في بعض الأشخاص بيكونوا محظوظين لأنه مثلاً خصوصاً في الإعلام والراديو والتلفزيون وإلى آخر يمكن فيه نوع من السيرة الذاتية تتقدم كفيديو أو كاستين فهون يمكن بيكون الموضوع أسهل من أنه نقدم سيرة مكتوبة أو ميز ما هي القواعد الأساسية إذن لإجتياز مقابلة العمل؟ خلينا نفوت بالتفاصيل هلأ مع هذه النقطة عن الفيديوهات مو بس بالإعلام لأنه إحنا في الجيل هذا معناه التطور بالعلم وتطور بالفيديوهات والتغيير اللي قاعد يصير أكثر الناس صارت أصلاً طريقة جديدة أنه يقدمون السيرة الذاتية كفيديو كيو اس بي يحطوها علشان يبينون لغة الجسد النبرة الصوت الإلقاء يعني مو بس في مجال الإعلام حتى في مجال البانكينغ في مجال المبيعات في مجال العقارات في كل مجالات يقدمون السيرة الذاتية كفيديو علشان ما يضيع من قيمتها في الورق فهذه نوع من الناس ممكن يأخذوها بطريقة بس يحببون نفسهم بالكاميرا شوي صحيح طيب إذن نرجع لموضوع مقابلة العمل ميس يعني أول شيء يمكن في بعض الخطوات يلي الشخص لازم يذكرها أو يتعامل عن طريقة وفي بعض الخطوات اللي ما لازم يذكرها أبدا شو فيك تخبرين عن هاي النصائح أول شيء لمن يدخل المقابلة الشخص لازم يعرف يبيع نفسه يبيع نفسه أنه أول شيء لازم يعرف نفسه يعرف قبلياته حتى يعرف كيف يبيعها نقاط القوة يمكن نقاط القوة وبعد نقاط الضعف لأنه خلال المقابلة المدير أو الـ HR ومن اللي قاعد يساوي معاك المقابلة حيسألك شو نقاط ضعفك أو شو الأشياء اللي ممكن تطورها بنفسك فلازم تعرف كيف تجاوب أسئلة نقاط الضعف مثلا في ناس يمكن بتقول أنا ما عندي هل هذا الشيء غلط لأنه 99% كلنا أو 100% عندنا نقاط ضعف بس كيف نتعامل مع نقاط الضعف هي هذه الميزة أو الذكاء ناحية المقابلة نفترض أنه سألني سؤال كيف شو نقاط ضعفك أقول والله أنا نقاط ضعفة مثلا أنه تحت الضغط ما أقدر أكمل ولكن أنا طورت هذا الشيء أني أخذت كورسات فتبين الإيجابية تبين التطوير التطوير الذات من ناحية نقاط الضعف فنقاط الضعف بطل الضعف تصير نقاط الواحد مركز عليه وهذا يبهر الشخص اللي قدامك طبعا اللغة تتجسد إلها دور الطريقة اللي تقعد فيها وتتكلم فيها إلها دور كل هذا يشمل دور كبير في المقابلة يمكن لأنه لغة الجسد هي يعني أهم مبادئ التواصل الناجح ميس يلي بيحدد قدرة كل شخص لحتى تنجذب إليه الأنظار خبرين أكتر عن هذا الموضوع في شيء اسمها بالنالبي والبرمجة اللغوية العصبية اسمها رابور بيلدينج رابور اللي هي بالعربي أنك تبني علاقة مع شخص المقابل وتكون علاقة جدا قوية على العقل اللاواعي فلما مثلا تقابلين شخص وتحسين من أول ثلاثين ثانية تقولين يا أخي أنا حاسة نعرفك من سنين قريب على القلب هذه تصير على نمط العقل اللاواعي اللي هي تجي من لغة الجسد ومنطقات الجسد ندرس كورس كامل حوالي هذا الشيء بيلدينج رابور وبيلدينج كونيكشن وكيف إحنا ممكن نستخدم لغة الجسد أن نبني هذه العلاقة مع الشخص المقابلنا في أول خمسة وأربعين ثانية إلى دقيقة يمكن فيه التواصل المباشر بالعيون هو كمان مهم كتير من أنه مثلا واحد يطلع على الأرض كل شيء من أول ثانية تدخلين من الباب طريقة المشية طريقة تتسلمين عليها كيف هو يسلم ولا أنت تسلمين الأول طبعا هذه نقاط وأسرار جدا حلوة بس كورسات الواحد لازم يأخذها أنه ما نقدر نعطيها بجملة أمتى يجلس على الكورسي يجلس قبله أو من بعده أو في نفس الوقت ويسلم عليه بأي شدة هل في نفس الشدة ولا أكثر ولا يمي اليمين ولا يسار هذه كلها إلى تأثير طبعا نظرات العيون إذا كانت العين بالضبط إلها تأثير إذا كانت تتحرك يمين ولا يسار هذه كلها إلى دراسة وتأثير وهذا كورس كامل وجدا مهم الناس يأخذون هذه الكورس حتى مو بس في حياتهم في الوظائف ولكن في العمل نفسه حتى في المبيعات ولا في الإعلام وكيف يتواصلون مع العالم ومع الأصدقاء ومع الأهل هذا يساعد جدا طيب شو هي الأخطاء الشائعة يلي بيقوم فيها الشخص يلي عم ينعمله مقابلة سواء بموضوع الشكل أو حتى بموضوع الأجوبة يلي عم يجاوبها أول شيء شكل كل ما كانوا إلا لبسة وإلا ستايلان معين فأكيد طبعا معظم الناس تعرف هذا الشيء شيء عام أنه لما تدخل إلى مقابلة تكون رسمي بالشكل اللي أنت قعد تقدم عليه في الشركة المعينة مثلا بانكينج إلا أسلوب البنوك إلا أسلوب المبيعات إلا أسلوب والميديا إلا أسلوب كل مكان إلا ستايلة المعين ولما تدخل إلى المقابلة الأشياء اللي لازم تبتعد عنها تماما هي أنك تنظر على الأرض ومش في الشخص المقابل لأن هذه تعتبر نعم الإهانات ولكن حتى لو أكثر الناس لما يشوفون الأرض يكون يام أنه متوتر ياما هو خايف ياما مقصدة أنه يهين الشخص المقابل ولكن لازم يبتعد عن هذا الشيء وإنه ما يخلي الشخص المقابل يكمل الجملة فانتظر لحد ما السؤال يعطي كياب الكامل وبعدين تجاوب عطيه ثلاث ثواني وبعدين تجاوب على الجملة وفكر قبل ما تجاوب جدا مهم أن الإنسان يفكر قبل ما يجاوب على السؤال حتى يفهم السؤال بالتفصيل نعم ميسي أنا كتير حابة أنه نحكي أكتر بشكل أكتر مفصل عن هذا الموضوع لأنه موضوع جدا حلو ولكن أنا بدي أتشكرك كتير على وجودك شكرا عليك شكرا عليك شكرا 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 لكم